علامة الصليب يا سيدنا لنقول حتى الإنسان العادي يستطيع بعلامة الصليب فقط أن يفضح دلالتها وبرضو دي من الحاجات اللي ما جربش وما اختبرش وما يعرفش يعني إيه الصليب زي ما الكتاب بيقول عند الهالكين جهالة هيعرف من إيه قوة الصليب بالزبط بص بقى هنا كمان حتة جميلة هابا كلمة حتى الإنسان العادي يعني العادي دي يعني من اللي هو الليمان اللي هي الشعب اللي بيسموه له علمانيين احنا بنسميها في كنيسة الشعب ما فيش كلمة علمانية الشعب يعني مش إكليرس مش كاهن مش شماس مش أسكف الإنسان المسيحي العادي يستطيع بعلامة الصليب أن يفضح لضلالات الشيطان وأنا طبعا فرحان أن شعبنا كله فاهم قيمة الصليب طفل الصغير أول ما يبتدي يتكلم يتحرك نعلمه يرشم الصليب صح؟ في بيوتنا وفي الكنيسة طول الوقت نرشم الصليب فإحنا بنسبلنا فاهمين يعني إيه صليب نعلقوا في كل حتة عندنا وبنحتمي فيه يحكوا زمان قصة عجيبة جدا أن راهب ماشي في الصحرة تقابل مع واحد عرابي فمشوا يسلوا بعض وأنسوا بعض فليه الليل عليهم؟ فناموا صحي الصبح الراهب قايم نشيط وفرحان والدنيا جميلة والإعرابي دوت منامش طول الليل فبيقوله أنا مستعجب أنت طول النام نايم نعسان وأطول الليل فيه شياطين بيعذبوني فقال له أصلا هقولك السير أنا لما نمت في الصحرة من عرش طبعا الصحرة فيها عارف فيها تعبين فيها إيه فعات رشمت صلبان كده حوالين 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 دير ونمت في أسدوه في الرملة طالما رشم صلبان اشطان مقدرش يقرب ولا ربحت والتاني غالبان ما عندوش القوة دي فإحنا عندنا قوة نحتمي بها وله يستطيع الشيطان أنه هو يهوى بنحياتنا طول ما احنا مش بس بنرشم الصليب كده علامة لكن بإيمان بإيمان لما نرشم الصليب على الأكل وعلى الشرب وعلى ملابسنا وعلى دخلنا وعلى خروجنا وعلى أولادنا وعلى أنفسنا نبقى في أمان نحتمي بي يجب أن يكون عندنا هذه الثقة في قوة علامة الصليب الشيطان اللي بيحارب ويضل الناس ممكن ياخد أي هيئة يعني حتى لو هياخد شكل ملاك ويحارب الإنسان لكن قدام علامة الصليب كل ده بيتطالح دي العلامة اللي بتظهر ما يقدرش زمان كنت حكيت قصة كده كنت قريتها قصة صغيرة في وقت ولا أنا بخدم في منطقة في وسط القهيرة في عندنا حتى اسمها باب الشعرية باب الشعرية كان زمان فيه دلوقتي الناس حلوين يعني كان زمان فيه بلطاجية كتير فالحكاية بتقول إيه إن فيه راجل فتوة دخل شبرة كده ورح قاله على الأميس ووقف وقال راجل فيكو ينزل ومعاه في إيده سيف ولا سكينة فكل الناس خافت منه كله دخل بيوته والمحلات قفلت والراجل واقف الشرع بقى فاضي عليه هو بقى بيتحدى راجل بس أشوف راجل فيكو ننزل والناس من وراء الشابيك بتراكب الموقف ففو جئوا إن فيه طفل بلية كده قال له عمو 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 فقال له إيه قال له أقول لك كلمة في ودنك فالراجل وطاله كده قال له كلمة في ودنه فالراجل رح لابس أميس ومشي فالناس فتحت وراحت تشوف قال له إيه الواد ده أنت قلت إيه خليت الراجل يخاف ويمشي قال لهم كلمة السر قال له إيه كلمة السر قال له قلت له كلمة واحدة بس باب الشعري توقيدي معناها قال له أصلانا الإسبوع الفياد شفت الراجل ده بيتضرب علقة في باب الشعري فهو هناك تبهدل لما جيه هنا بيفرد علينا لما أنا كشفت له إن أنا شفتك ونت بتتضرب لم أعزله ومشي خيف خيف يتفضح خيف يتفضح وافتكر الهزيمة بتاعته وشاف إن في حد عارف إنه مهزوم باب الشعرية بقى هو الصليب الجلجسة اللي بيفضح الشيطان اللي الشيطان عامل فتوة وجيه على الصليب ده تبهدل يعني الكتاب المقادس يقول أشهرهم جهاراً أشهرهم يعني بهدلهم وشهر به الشيطان فهو بيجي يفرد عضلاته على الناس فلم يجي واحد يقول له أنت ناسي ده إيه لما عزله ومشي أنت ناسي إنك اتضربت على الصليب أخذت هزيمة منكرة